السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطني غالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا منسى وخوتنا اللي في الغربة كلمة سر غشا عمورة كلمة سر غشا عمورة كلمة سر غشا عمورة اذا فوز بالنتيجة والادى فوز ساحق بخماسية مع المنتخب الاول الليبيري صحيح منتخب ليبيري متواضع لكن المنتخب الاول احنا بالمنتخب المحلي الشي اللي تشاني وقاسني بزاف نضيعنا قرابة عمين وثلاث سنين مع اتحادية فشلة مع اتحادية جبتنا الكاراز مع اتحادية جبتنا باتيلي واقصات ابناء الجزائر الحمد لله كيقولنا نادروا نقولوا كيني لي جوار في الصورة كيني لي جوار في الصيف كينو 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 ولا واحد كان يسمعنا لانا علاش الامبراطور مسيطر مسيطر على المنتخبات هذي خاصة كيحط لها كما اتحادية كاراز خردة يحط لها واحد كما واسمه باتيلي خردة يدير وش يحبو اقصات بالجملة فضع المنتخب المحلي بالجملة الان لما يطيح في يدين انسان عادل يعطي كل واحد حقه عمرة اكسيلون جيبه غشة يطير جيبه مسعودي تاع الصورة جيبه دي جوار اللي كينين جيبهم ما نظلمش ما نظلم حتى واحد علاش لان ابو قرأ لعب كورت قدم لعب في المستوى العالي وقوزي بزيادة جزائري والدبلاد ويعرف اللعب الجزائر ويعرف اللعب المحلي ويعرف اللي جوار ويعرف اللي جوار اللي عندهم طالون ويعرف اللي جوار اللي عندهم ممكانيات ما يحقرش نتيجة وش هي وما ننساوش كينا حاجة قبل ما نهضر على النتيجة سطاف اللي يخدم معه بو قرأ ويعاونه بزاف زاف 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 عاونه بدرجة كبيرة هذي حقيقة حقاقة للحق سطاف يعني الطاقم التقني اللي يخدم مدرب الحراس بوراس وروح 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 لعاون بو قرأ كثيرا هذي شيء مفروغ منه النتيجة وش هي خماسية خماسية ضد ليبيريا الأول رغم انه متواضع شو بسح ليبيريا الأول هذي منتخب ليبيريا هذي منتخب ليبيريا كلمة سر غشة عمورة غشة عمورة هذي من لعبين كانوا محرومين في وقت زطي الكارازو ممنوع ممنوع يجيبوا لجوارتها سطيف الصورة إذن منتخب الوطني فاز بالنتيجة والأداء بلا ما ننسى العوافي ظاهير أيصر وفاق سطيف ثاني في القمة طب لقطة على الهدف الأول جاء تبع عنده هو حبينا أقول لك رحنا من عند العوافي بالطريقة والأداء سبرينت علي هدف تعادل إذن أول هدف جاء من المنتخب الليبيري بعد خطأ في وسط الميدان والتمركز السيئ في الدفاع خمسة ضد ثلاثة سبرينت سرعة فائقة من وسط الميدان الليبيري يجري بسرعة هنا المشكلة نقطة سلبية فقط اللي راح ننشرها لها من بعد هو وسط الميدان يجري بسرعة يلقى روحوا من بعدها ستة إلى ست لاعبين من المنتخب الوطني مقابل ثلاثة فقط لاعبين من من ليبيريا سوء التمركز عبش يضغطوا على المهاجم ما ضغطوش عليه المدافع اللي بقره بالمهاجم اللي يسجل هدف ما ضغطش عليه وبقى في مكانه يسجلوا لناه ليبيريا هدف ولا أروح من بعدها السفاق المنتخب الوطني حاول العديد من المرات غشة عمورة غشة عمورة سعيود شوية لكن إلى أن تتدخل العوافي وانطلق كالسهم وسجل وعطى كورة لعمورة اللي يجاد من هالهدف إذن نقدر نقوله أربع أهداف وفاق ستيف ليه زد شي أربع أهداف وفاق ستيف ما يهمناش ما يهمناش هذا منتخب وطني حقبة وفاتت ومضات الله يسهل عليه والله يسهل ويخدم على الفريق متاعه والله يسهل عليه لكن إحقاق للحق وسط ميدان ضعيف ضعيف جداً وخط الدفاع نوعاً ما ضعيف وسط الميدان بس إثناء قادري لاعب بارادو اللي كاني حاول نوعاً ما حاول يكري حاول يخلق فرص حاول أنه يلعب وسط ميدان كهجومي أنا شين دوقني إني نسمع في السنوات الأخيرة وسط ميدان إنيستا اسمه زورغان إنيستا زورغان راحي في لايوفي إنيستا زورغان رايح دورتمون إنيستا زورغان رايح يا كلهم يا كل المليون تعلي بيريا وحا ما يقدر له ميا شفتنا صاحبه في بارادو اللي ما همش يعدروا عليه قادري ما هونش ندري له إشهار راح 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 كما راه زورغان مياه لولي يد لعب يدريب لي يلعب يدور يجري كل نحلة يتحرك هذا قادري اللي ما هونش يلعب في بارادو بصع مورا ما ما كثروش الكلام عليه مي بصع صاحبك ما تعطيلوش تروح تعطيلو البالون يتلعب في الأرض المليون ما يتلعبش في الصماء نصيد في الحمام لا كما هك وانا في خوغ قربوا بكنا نقرأ انيستا انيستا ما يلعبش البالون في الصماء ما يصيد الحمام انيستا وانا في صاحبك يدير لك يقول اعطيني لك تعود ترجع وترجع يرجع حتى يرجع الخصم وتكسرت الهجمة الموسط الميداني يبني ما يكسرش الهجمة الموسط الميداني يلعب الكرة في الأرض ما يلعبش الكرة في السماء وصيد الحمام لا هذا زرقان يقالوا راحل دورتموند والأيوفي وخاصة الريال والبرصة والسيتين كلها قدروا يرحلها مش كما هك هاو قادري بيب بارادو ما مش يمخوفي ما يبصح لولي يلعب دار اللي علي ما تجد دقطازو وش درع بايين يلعب عنده فالرأس عنده التكنيك وخفيف مش ثقيل يا صحيح زرقان أنا ما نفخ أنا مجتيش الجوار ينفخو لحد الساعة ما قنعنيش أنا أنا نفسي رأي ما قنعنيش أنا شو قادري تعبر الميليون خير من نفس عيد ما نعرفوش لا ايش غير قادري خير من قادر يدور بانو خفيف يلعب خفيف الزرقان يصيد في الحمام صيد إذن ما علينا الضفاع نوعا ما ضعيف والمليون تاع الزرقان هذا لمفروض يلعب الكرة في الأرض يلعبها في السماء لا نفهمناش لكن فوز بالإتقان فوز بمدرب لا يظلم عنده أحد راح زمن الكاراس وراح زمن كما قلت باتلي وراح تلاليسة لتتحط جاء زمن اللي قادر على أشقاه يلعب من الأخر اللي قادر على أشقاه كون تتولير يلعب بصفة عما احتياط ولا تتولير يلعب وخلاص هو زمن بوغرة إذن برافو الماجيك برافو لللاعيبين أيضا طبيعة الحال ما لعبه تعفاك ما قلناها في السابق اللعب اللي اللي حب يلعب يلعب في هذب الملعب مش يلعب في الطارطان يقول لك هاو يطير هذا هو اللعب اللعب في الملعب يكون كبير ملعب عشب طبيعي غازو ناتوريل هذه الخدمة هذه الخدمة تبان تبان في الغازو ناتوريل النقطة السلبية الوحدة والواحدة والواحدة هي النقطة السلبية والتلفزيون العموم عم عيب أصطاد نشكره فيه من صباح ربي نشكركم في أصطاد عالمي 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 تصورونا بورتابل هو عيب التلفزيون العموم ما عندوش كاليتي ديماج يقلبها HD حب عيب حب عيب وحستعد تقول ما تصور بورتابل ولا كاليتي ديماج تروها جيبي تاع بورتابل مش للدرجة هالي إذن نقطة سلبية السلبية السلبية تصوير والإخراج خاصة مش إخراج نقولوش إخراج لبس به نقولو التصوير والدقة الصورة ضعيفة 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 والتصوير ما نهضروش الصورة ما نهضروش كاليتي ديماج عينة بزاف يعني نقطة سلبية تبنيت أنه تكون النقل بث تليفزيوني HD فول HD مش حتى HD وقليلة عليه فول HD كاليتي ديماج قوية واضحة على الأقل مع الملعب جديد تجي تعطيك لمسة تعطيك بنا شارم تقول مصورين بورتابل عيب والله غير عيب في الأخير متقنع مع مزمين في فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته